في العراق أقرى مجلس نواب قانون انتخابات عامة جديد ينص على أن يكون الترشيح فرديا وعلى احتساب كل قضاء دائرة انتخابية فضلا عن فوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ويشكل إقرار هذا القانون الجديد استجابة لأحد مطالب المحتجين الطامحين إلى تغيير شامل في نظام الحكم بالبلاد كما يأتي بعد خلافات نشبت بين الكتل السياسية على مواده وتأجيل انعقاد جلسات البرلمان مرات عدة بسبب غياب النصاب القانوني من جانبها أعلنت المرجعية الدينية أن كل الوجوه السياسية الحالية سواء كانت مستقلة أو حزبية غير صالحة لرئاسة الحكومة لاعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة وبترشيح فردي رفع النواب أيديهم بالأغلبية للتصويت على قانون الانتخابات النيابية الجديد وباسم الشعب العراقي وباسم الشهداء وباسم المضحين وباسم النازحين تمت الموافقة وقبل أن ترفع الجلسة أعلن رئيس البرلمان عن مفاجأة للمسؤولين العراقيين من حملة الجنسية المزدوجة بعض من من يمتلكون الجنسيات المزدوجة يزايد على العراقيين بوطنيتهم لن يكون هناك رئيس في الدولة العراقية يحمل أكثر من جنسية في لحظة التصويت على القانون بالمجمل جلسة البرلمان بثت مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي ليتبين للرأي العام من يؤيد أو يعارض تمرير قانون انتخابات يلبي مطالب المتظاهرين وترددت وسط القاعة هتافات النواب المؤيدين لهم القانون الجديد ينهي سطوة زعماء الأحزاب الكبيرة ويضمن عدالة في التنافس بين المرشحين تصويت بالأغلبية على قانون ينصف المستقلين ويفتح الباب أمام انتخابات مبكرة تنهي بعد عقد ونصف هيمنة الأحزاب التقليدية المتنفذة طارق مهر العربي بغداد للقائمة زيدة من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من بغداد عبدالقادر جميلي الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي سيد جميلي قانون جديد للانتخابات في العراق كيف سيتغير المشهد تباعا؟ هل سنشهد انتخابات مبكرة مثلا؟ هل ستتوقف الكتل بالتالي عن طرح أسماء لمرشحين؟ أم أن الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن كل هذه الإجراءات؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني اليوم هذا القانون الذي أقر في البرلمان وتم التصويت عليه هذا جاء من إرادة الشعب ومن إرادة المتظاهرين وهذا يعد نصر لجميع المتظاهرين ولجميع فئات الشعب العراقي هذا من جانب من جانب آخر نتحدثنا عن إرادة المتظاهرين التي أقروها منذ انطلاقتهم في واحد تشرين الأول تمت هناك استجابات من قبل الحكومة العراقية منها استقالة رئيس الحكومة وكابنته الوزارية فضلا عن إلغاء مجالس البلدية في المحافظات والأقضية والنواحي واليوم أقر هذا القانون الذي سوف يوفر حظ كبير وأوفر لجميع المرشحين في المرحلة القادمة ولم تعد هناك سطوة من الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي خلال السنوات الماضية على الانتخابات القادمة اليوم نتحدث عن انتخابات قادمة سوف تكون ذات مجال واسع لجميع المرشحين من المستقلين تحديدا وبقوائم فردية وليس ضمن قوائم حزبية وضمن كتل سياسية تستحوذ على المشهد السياسي هذا من جالب من جالب آخر بعدما أقرت هذه القوانين وتلك القرارات التي جاءت نتيجة صيحات المتظاهرين ونتيجة مطالبهم المتعددة نرى في المشهد السياسي القادم هناك بالتأكيد سوف يكون تكليف رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية لكن هناك خلاف سيد جميلي هناك خلاف على هذه المسألة بالذات الآن حول نصيب الكتلة الأكبر من يحق له ترشيح أسماء رئيساء الوزراء لرئيس الجمهورية هل سيتم تجاوز هذا الموضوع بإقرار قانون الانتخابات الجديدة أم أن الأمرين منفصلان يعني هناك نقطة جوهرية مهمة الكتلة الأكبر هي التي تشكلت بعد إجراء الانتخابات أو نتيجة مجموعة كتل فيما بينها تشكلت واختارت رئيس الوزراء سيد عادل عبد المهدي خلال العام الماضي الآن لم يعد هناك كتلة أكبر لتستحوذ على القرار السياسي وترشح من ترغب به الشعب رافض للكتلة الأكبر ورافض لأي شخصية سياسية يتم الدفع بها من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الكتلة السياسية المتواجدة في البرلمان العراقي اليوم الصورة أصبح جالية وواضحة بأن مطالب الشعب وقوة إرادتهم هي أقوى من كل الأحزاب التي استحوذت على السلطة منذ 16 عام وبالتالي لو نلاحظ الآن هناك تقارب وترطيب للأجواء من قبل الكتلة السياسية تجاه المتظاهرين ولم يعد لديهم القدرة على عدم الاستجابة إلى مطالبهم بالتالي سوف يضطر رئيس الجمهورية على اختيار شخصية مستقلة تكنقراط يكلف بهذه الحكومة لكن إن فعل ذلك برلمان صالح هل سيتمكن من نيل ثقة البرلمان على هذه الشخصية؟ وأنت تتحدث عن كتلة برلمانية ليست على قلب رجل واحد ولديها تحفظات أصلا على الأسماء التي طرحت لأنها تنتمي لهذه الكتلة أو تلك ولنتذكر أيضا أن عادل عبد المهدي وصل نتيجة التوافقات ولم يصل فقط نتيجة ترشيح وقبول البرلمان بشكل طبيعي نعم سيد برهم صالح رئيس الجمهورية بالتأكيد هناك عليه ضغوطات متعددة من داخل العراق ومن خارج العراق لكن هو رفض كل الشخصيات السياسية التي طرحت من قبل الكتلة السياسية المتواجدة في البرلمان وخارج البرلمان وبالتالي أصبحت أفكاره ورؤاه وطروحاته قريبة من جميع المتظاهرين الذين نادوا بالإصلاح ونادوا بالإتيان بشخصية مستقلة خارج الكتلة السياسية وبالتالي أعتقد أن السيد برهم صالح أصبح يعد الشعب العراقي هو الحاضن الأساسية له وهو المدافع عنه في اختيار شخصية بعيدة عن الكتلة بالتالي سوف لن يرضخ إلى رأي الكتلة السياسية وإلى رأي الكتلة الأكبر هذه دوامة ربما قد يوقع نفسه فيها إذا ما أقدم على اختيار شخصية سياسية من الكتلة الأكبر لا سيما ونحن نعلم حتى أن المحكمة الاتحادية لم تفسر من هي الكتلة الأكبر وما هو دور هذه الكتلة الأكبر وبالتالي أصبحت كأنها كرة قدم تتقاذفها يعني المحكمة الاتحادية مع البرلمان مع الرئيس الجمهورية أعتقد المرحلة القادمة مرحلة مهمة وحارجة وصعبة وبالتالي لا بد أن يرضخ إلى رئيس شعب شكرا جزيلا لك عبدالقادر جميلي الأكاديمي والباحث في شأننا السياسي كنت معنا من بغداد ميدانيا تصاعدت الاحتجاجات للتعبير عن رفض تولي مرشحين من الأحزاب السياسية منصب رئيس الحكومة خلفا لعادل عبدالمهدي المستقيل واحتشد المحتجون مجددا في ساحة التحرير بوسط بغداد وفي جنوب البلاد أيضا وأقدم المتظاهرون مجددا على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية حشود طلابية تجمعت في شارع دينار في منطقة الجبيلة من مختلف كليات جامعة البصرة والمعاهد والمدارس المنتشرة في المحافظة بعد توارد أنباء عن ترشيح أسعد العيداني محافظ المدينة لمنصب رئيس الوزراء لم يتخوف الطلبة من تبعات التصعيد على تحصيلهم العلمي واحتمال السنة الدراسية البيضاء فعندما يكون مصير مؤسسات الدولة على المحاك فإن الجميع كما يقولون مطالب بالتضحية السنة نحن بيعناها في دول الشهداء في دول الشهداء في دول مطقة لبناء يعني همشي تحق للريدة لأن صراحة نحن ضاحة 500 شهيد والحكومة مارن مشتلها جفن يعني صراحة نحن نحتاج يعني بهذه الفترة أن تسعيد كل ما للتسعيد يزيد نرغض على الحكومة حتى نحصل على مطالبنا يؤكد الناشطون والمتظاهرون هنا رفضهم لترشيح أي شخص متحزب لتولي رئاسة الحكومة رفض شعبي وطلابي لم ينقطع زخمه بعد ليلة أخرى قطع خلالها المحتجون الطرق وأحرق الدوان قطع وحرق شمل تقاطعات وشوارع البصرة الرئيسية احتجاج ردت عليه القوات الأمنية بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين اليوم الشعب رافض كل من اشترك بالعملية السياسية جملة وبتفصيل واليوم أبناء أهل البصرة طلعوا انتفضوا بالتصعيد ينطقوا بكلمة الحق هي اختيار رئيس الوزراء مستقل خارج عن دارة الشعب يردون من دارة الشعب فقط يعزز المتظاهرون من زخم تواجدهم في الاعتصامات بتنسيق الاحتجاجات والرد على كل مستجد تطرحه السلطة او الشركاء السياسيون ولا يرقى الى مطلب الشارع باختيار مستقل وغير متحزب خلفا للرئيس المستقي العادل عبد المهدي مازنى طيار التلفزيون العربي البصرة انضم الينا من بغداد مرسلنا طارق ماهر طارق هل هدأت لاحتجاجات بعد اقرار البرلمان قانون الانتخاب الذي كان احد اهم طالب الشارع امال بعد اكثر من شهرين من عمر الحراك الشعبي من العاصمة العراقية بغداد وصولا الى المحافظات الوسطى والجنوبية تمكن المحتجون والمتظاهرون من تحقيق ثلاثة مطالب من مجموع اربعة الاول هو اسقاط حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات بعدها ضغط المتظاهرون على الطبقة السياسية برمتها وعلى البرلمان وتمكنوا من فرض ارادتهم بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ثم اعقبها التطور الاخير الذي اسفر عن تمرير البرلمان او اقراره لقانون انتخابات ينصف المستقلين ولم يبقى الا المطلب الرابع الذي يطالب به المتظاهرون وهو تكليف مرشح مستقل من خارج بوابات الاحزاب السياسية لمنصب رئاسة الحكومة الانتقالية بالتالي المتظاهرون يؤكدون بانهم سيواصلون تواجدهم في ساحات الاحتجاج هنا في بغداد ومرورا بالمحافظات الوسطى وصولا الى الجنوبية لاكمال تلبية مطالبهم طبعا هم يؤكدون بان القطيعة هي ما يمكن ان توصف العلاقة مع الطبقة السياسية برمتها وهم يسعون لتمرير او تكليف رئيس وزراء مستقل عبر مواصلة الضغط على البرلمان من جهة ورئيس الجمهورية من جهة اخرى في محاولة للتوصل الى جهة معتدلة توصف بالنزاهة كحكومة انتقالية يمكنها الاشراف على انتخابات مبكرة تبعد الاحزاب التقليدية عن مقاليد الحكم كما يقولون شكرا جزيلا لك من بغداد مرسلنا طارق ماهر